السيداتي سير أولا بس المايك شغال نعم عليكم السلام ورحمة الله شكرا لحضورك مشاركتك معنا في هذا الملتقى نأتد عن خلال تقني لكن الحمد لله الأخوة الحضور موجودين وانتظارك سيداتي سير تقريبا حمد للثلاثمائة وسبعة من الحضور هذا عدد صراحتك جدا عالي لا الحمل يعني سيداتي سير إذا عندك عرض تقديمي ستشارك فيه معنا أم ستقدم شكل مباشر نعم عرض تقديمي أنا محمد تيسير الزعبي محمد تيسير الزعبي نعم حقيقة الله شارك العرض إن شاء الله وستطيع البدء مباشرة العرض معروض الآن يظهر لكم العرض نعم ممتاز الآن العرض موجود وجاهز أوكي عندما تقررون الانطلاق أعطني إشارة صغيرة فقط خلص انطلقت أستاذ محمد موجود أمامك العرض وصورتك موجودة فأتوقع على الله وبك التوفيق لك إن شاء الله خاتبت بهذه المتقى بتواجدك معنا أستاذ محمد إن شاء الله وجود الأخوة الحظة تفضل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وأبعد عنا شر هذا اليوم وشر ما فيه الزملاء أهلا وسهلا بكم في هذا الملتقى الفريد من نوعه والذي يأتي استجابة لهذه الظروف التي تمر بها البشرية جميعا أنا محمد تيسير الزعبي من الأردن أعمل أخصاء تدريب ومدرس معلمين في أكاديمية الملكة رانية لتدريب المعلمين منذ ست سنوات تقريبا أمتلك خبرة واسعة في مجال التدريس بين مدارس القطاع العام ومدارس القطاع الخاص تمتد لأكثر من 12 عاما ومهتم جدا بتطوير المواد التدريبية المتعلقة بالمعلمين الشكر الجزيل أقدمه للزملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في وزارة التربية والتعليم الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة الطيبة كي يبقى الإنسان على الطلاع وعلى الطلاع كامل بالمعارف التي يمكن أن يستجيب لها في الظروف الطارئة فأكرر الشكر لهم أهلا وسهلا بجميع الحضور في هذه الورشة ستنقسم إلى فكرتين أساسيتين أولا أنه كيف نقوم ببناء المهارات القرائية من خلال الاستماع والنقطة الثانية كيف نتلقى استجابات الطلبة على هذه الأنشطة عن بعد بمعنى أن استجابة الطلبة لهذه الأنشطة يمكن أن تتحقق في غرفة الصف إذا كانت تعلم وجها لوجه ويمكن أن يكون هناك بعض التطبيقات التي سأعرضها لكم والتي بواسطتها تستطيعون تلقي الإجابات وتحققون قدرا كافيا من التفاعل لا يخفى عليكم أهمية الاستماع في بناء المهارات اللغوية للطالب ولا شك أن الاستماع في هذا المجال يعزز القراءة في الورشة اليوم سنحاول أن نحقق مع انتهائها هذه الأهداف تحقيق المنح التكاملي في تدريس مهارات اللغة العربية لا نريد لنهارات اللغة العربية أن تبقى حبيسة الصف فالطالب اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي يتواصل ويكتب عبر تطبيقات مختلفة يحاول أن يسجل بعض التسجيلات أو الفيديوهات ويتبادل هذه التسجيلات مع آخرين له في أماكن مختلفة كيف تكون هذه الكتابات أو هذه التسجيلات بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء؟ سنحاول أن نحسن مهارات الطلب القرائية باستخدام الاستماع بمعنى أننا نواجه في غرفة الصف تعثر القرائيا بمستويات مختلفة كيف يساعدنا الاستماع في الحد من تأثير هذا التعثر القرائي؟ والذي بالضرورة سينسحب على مهارات الطالب في أداء المهمات المختلفة وليس فقط في مادة اللغة العربية بل في الرياضيات في التربية الإسلامية، في التربية الاجتماعية، في الفيزياء وما إلى ذلك سنحاول أيضا أن نصمم أنشطة استماع مناسبة للغرف الصفية ومناسبة أيضا إذا أردنا أن نصمم أنشطة تعلم عن بعد فلا يكفي فقط أن يكون المعلم جاهزا للغرف الصفية بل يتدرب ليكون على انطلاق فيما لو تعرض لظرف طارئ دفعه للتعليم عن بعد إذن زملائي سنحاول مع نهاية هذه الورشة أن نحقق هذه الأهداف أحد الأنشطة المهمة التي يمكن أن تساعدنا في تنمية مهارات القراءة أنه إذا أردنا أن نحقق مهارة الاستماع في غرفة الصف فلا بد أن حصة الاستماع تبدأ بالاستماع هذا النشاط من الأنشطة التي تثري رغبة الطالب إذا توفرت فيها الشروط التي تثير اهتمام الطالب تجتذب انتباهه مثل هذه الأنشطة تبدأ بأن يعطي المعلم التعليمات لطلبته تبدأ بأن يعطيت المعلم التعليمات لطلبته بمعنى الخطوة الأولى يطلب منهم الاستماع الإصغاء جيدا إلى النص الذي يلقى وفي هذا المجال أود أن أقدم نصيحة لزملاء المعلمين بأن تكون التعليمات واضحة وحازمة والتزم بها عندما تقدمها للطلبة التزم بها الخطوة الثانية المهمة ما الاستجابة التي سيقدمها الطالب بعد سماع النص المسموع؟ أنا هنا أريد منكم أن تدون أجمل عبارة سمعتموها من النص المسموع بعد أن تدون هذه العبارة سأمنحك وقتاً لتقدمها لزميلك الذي يجلس بجانبك بحيث تقرأ عبارتك له ويقرأ عبارته لك إذن مثل هذه الأنشطة نقوم بها في غرفة الصف إذا كان الاستماع حقيقيا في غرفة الصف فإن عملية تنفيذ النشاط تكون سهلة فالمعلم ينقل العمل الفردي إلى العمل الثنائي لتنفيذ المهمة بعد انتهاء النص المسموع أيضا إذا كان تصميم هذا النشاط عن بعد فإنني في الجزء الثاني من الورشة سأربط لكم مثل هذه الأنشطة بكيف يقدم لكم الطالب استجابته من خلال تطبيقات سهلة وبسيطة ولا تريد أي نوع من التسجيلات أو الإجراءات المعقدة كي يقوم بها إذن هذا النشاط هو نشاط افتتاحي عادة نقوم به تمهيدا للقراءة اللاحقة التي تأتي بعده إذن مثل هذا النشاط هو نشاط افتتاحي أود منكم أن تستمعوا لهذا النص أود منكم أن تستمعوا لهذا النص كي تأخذوا فكرة عن طبيعة النصوص التي يحبذها الطلبة أنت معلم لغة عربية لأنك معلم لغة عربية لا بد أن تكون النصوص باللغة العربية السليمة الفصحة لا أن تكون نصوصا بالعامية المبتذلة أو بلهجات بلهجات قد لا يفهمها جميع الطلبة في غرفة الصف نستمع إلى هذا النص على سبيل المثال إذن زملاء مثل هذا النص يناسب عدد طلبة من الصف السابع إلى الثامن إلى التاسع وهكذا أنت ستختار نصا يناسب المرحلة التي تدرسها فالنصوص التي تناسب الصف الأول والثاني والثالث بالتأكيد يجب أن تختلف عن الصفوف العليا أو المهارة العليا هذا بالنسبة للنشاط الأول في الأنشطة الثانية لدينا بعض المهارات في أحد الجوانب المهمة التي فرضتها تجربة كورونا والتعلم عن بعد أننا بتنا بحاجة إلى مستمع فاعل فهذا المستمع الفاعل أحد التحديات التي أفرزتها تجربة التعلم عن بعد لأن التواصل الشخصي مفقود بين المعلم والمتعلم لذلك قبل أن نبدأ التعامل مع النصوص القرائية يجب أن يتأكد المعلم من إتقان الطلبة لقراءة النص فقراءة النص عامل أساسي في فهم الطلبة للأنشطة اللاحقة والفهم هو المؤثر الأول في تنفيذهم المهمات التي يطلبها المعلم في غرفة الصف دائما ما يكون أمام المعلم الكثير من الفروق الفردية لذلك على المعلم أن يتأكد أن الطلبة يتقنون جميعا قراءة النص الوقت هو التحدي الأكبر أمام المعلم فالمعلم أحيانا يجد نفسه لا يستطيع أن يعلم كل طالب على حدة وأحيانا للوقت يتطلب إنهاء مقرر البرناء المنهاج خلال وقت زمني محدد لذلك يجب أن يكون هناك بعض الأنشطة التي سنتحدث عنها كي يكون هناك معالجة للتعثر القراءة عالي المستوى في غرفة الصف الاستماع الفعال هو أحد الحلول التي ستساعد المعلمة في تطوير مهارات الطلبة القرائية بمعنى أنه تخيلوا أن الطالب لا يستطيع قراءة جملة معينة لكن عندما يسمعها من المعلم ويكررها مرة أو مرتين فإن عملية القراءة تصبح أسهل في العلوم التربوية يطلقون على هذه العملية القراءة الميكانيكية إذا استطاع الطالب أن يقرأ هذه الجملة التي توضع أمامه فإن عملية فهمها ستصبح أسهل وعملية تقديم استجابة لها ستصبح أسهل أيضا فتخيلوا أن نص القراءة الموجود في الكتاب المنهجي يسمعه الطالب بصورة صحيحة قبل أن يبدأ قراءته وهذا الأمر يدفعنا إلى أن نتجنب أن يصبح الخلل في ذهن الطالب أو القطأ في قراءة أي كلمة يصبح صورة بمعنى أن الطالب عندما يتعرض للنص من المرة الأولى فإن احتمال قراءة كلمة قراءة غير صحيحة هو احتمال مرتفع بينما لو أنه سمع النص للمرة الأولى بصورة صحيحة فإن احتمال الخطأ سيقل لذلك الاستماع للنص قبل قراءته هو أحد الحلول المهمة التي تساعد المعلم في تطوير مهارات طلبته القرائية والتخلص أو الحد من التعثر القراءة عالي المستوى في بعض التعريفات التي يريدها الخبراء التربويون بأن الاستماع عملية ديناميكية مستمرة تحول اللغة المنطوقة إلى معاني في الدماغ هذا الأمر يقل الاحتمالية أن يلفظ الطالب الكلمة لفظاً غير صحيح وهذا الأمر قد يجد نفعاً كبيراً وفائدة عظيمة في الصفوف الأولى وأيضاً إذا تعرض الطلب في الصفوف العليا إلى نص عالي المستوى كالنص الذي سمعناه مثلاً في بداية ورشتنا أو تعرض إلى قصيدة من الشعر الجاهلي فإن عملية الاستماع ستسهل عملية القراءة الاستماع يرافقه كثير من الأنشطة الإحساس، التفسير، التقييم، الاستجابة إذا ألقينا نظرة على بعض الأغاني التي يتداولها يتداولها الطلب فيما بينهم إذا أحس الطالب بنص الأغنية واستطاع فهم معانيه وأصدر حكماً عليها فإنه سيقدم استجابة بشكل أسهل مما لو تتحقق أو مما لم تتحقق هذه الأمور السابقة في تلك الأغنية وهذا الأمر ينسحب على النصوص الموجودة في الكتاب المنهجي النصوص في الكتاب المنهجي متنوعة فما بين القصة إلى النصوص المعرفية إلى الخواطر إلى المقالات إلى قصائد الشعر المختلفة زمانياً إذا توفرت هذه الأنشطة إذا توفرت هذه الأنشطة في عملية الاستماع فإن القراءة ذلك النص وتقديم استجابة لمهمات الفهم المتعلقة به ستصبح أسهل فخبراء اللغة يعدون الاستماع نوعاً من القراءة قراءة بالأذن وهذه القراءة يتزامن معها عمليات عقلية كالإحساس أو التفسير أو التقييم أو الاستجابة أحياناً الزملاء المعلمون يقومون في غرفة الصف بطلب قراءة النص قراءة متأملة بمعنى لا يريدون من الطالب أثناء القراءة أن يحرك الشفاه فهو يقرأ متأملاً دون أن يحرك الشفاه وأحياناً يطلبون منه أن يقرأ نصاً بصوت مرتفع داخل الصف أو على الإذاعة المدرسية على سبيل المثال الاستماع أيضاً هو قراءة بالأذن يشبه ما يقوم به الطلب من القراءة التأملية أو القراءة الجهرية وهذه القراءة أيضاً كما تلك القراءات تتزامن مع عمليات عقلية كالإحساس والتفسير والتقييم والاستجابة هذه العمليات تسهل قراءة النص وتسهل فهمه وتسهل على الطالب تنفيذ ما يطلبه المعلم من مهمات فهم واستعاب متعلقة بالنص الذي يدرسه متعلقة بالنص الذي يدرسه فيما لو فيما لو أردت أن تسمع الطلبة نصاً من الكتاب المدرسي فإنك الآن معفي من عملية الاختيار لكن فيما لو أردت أن تعالج التعثر القرائي وقررت أن يكون علاج التعثر القرائي بواسطة الاستماع كيف ستختار نصاً يسمعه طلبتك أنت تريد منهم الاستمتاع أثناء الاستماع وأن تحقق أهدافك في هذا الاستماع ولا تريد أن تمر الحصة دون أن تحقق منها فائدة أحد أهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها عملية اختيار نص الاستماع يلجأ المعلم في هذه الحالة إلى أن يكون النص مناسباً لمستوى الطلبة فعلى سبيل المثال من الصعب على الطلبة في الصفوف الأولى أن يفهموا نصاً يعودوا إلى العصر الجاهلي أو أن يسمعوا مقطعاً من رواية على سبيل المثال لكن لو ذكرت لهم قصة وقصة ممتعة وفيها أحداث جاذبة فإن هذا الأمر سيجد قبولاً لديهم أن يكون قصيراً لا يصل حد الملل لاحظوا أن النص الذي عرضت جزءاً منه في أول الجلسة لم يتجاوز الدقيقتين وهذا أمر مهم في الغرف الصفية أن لا يصل طول النص إلى حد يسبب الملل إذا وصل ذلك الحد فإن ذهن الطالب سيتوقف على الاستيعاب وبناء على ذلك سيؤثر في عملية فهمه وهذا الأمر سنربطه مع الورشات التي كنا نتعلمها أثناء فترة الحجر الصحي فمثلاً كنا ندخل إلى بعض المنصات التعليمية لنطور مهاراتنا نحن بوصفنا معلمين كنا نطور مهاراتنا أحياناً كان الإسهاب الممل في الفكرة التي يعرضها المدرب تصيبنا بالملل وقد تدفعنا إلى تقديم العرض قليلاً يجب أن تكون لغته بسيطة وسهلة الطالب الطالب لا يستطيع أن يستوعب دلالة الألفاظ إذا كانت أكبر من مستوى فيجب أن يكون نص الاستماع بلغة بسيطة سهلة يفهمها الطالب إذن هذه الشروط الأساسية هذه الشروط الأساسية يجب أن تتوفر في نص الاستماع الذي تريد أن تنمي مهارة القراءة مهارة القراءة لدى طلبتك أما إذا أردت أن يستمع الطلب إلى نص الكتاب المنهجي فإن نص الكتاب المنهجي عادة ما يكون ملائماً كما أن تنوع تلك النصوص يساعد المعلمة في تقوية مهارة القراءة لدى طلبته كيف أقوم بالتدريس؟ قررت النص قررت نوع النص حددته قمت بتسجيله على جهاز صوت كيف سأقوم بذلك؟ أولاً سنقوم بالتدريس المباشر وأقصد بالتدريس المباشر هنا أنني سأعلن ما الذي أريده من الطلبة بعد انتهاء الاستماع ما الذي أريد منهم أن يقوموا به الخطوة الثانية النمذجة النمذجة ينمذج المعلم ما يريد من الطلبة القيام به أخبرتهم في التدريس المباشر ما الذي أريده منهم؟ في النمذجة أقوم بتطبيقه فعلياً أمامهم تماماً مثل الأطباء قبل أن يذهب إلى المستشفى ليمارس العمل فإنه يتدرب تحت يد طبيب متمرس فيرى الطبيب المتمرس ما الذي يقوم به وكيف يقوم بإجراء العمليات وفحص المرضى ثم بعد ذلك يقوم به الخطوة الثالثة الممارسة الموجهة الممارسة الموجهة تعني أن يقوم الطالب بتنفيذ ما قام به المعلم تحت إشراف المعلم انتهت النمذجة جاء دور الطلبة يقوم الطلبة بتنفيذ ما قام به المعلم وأثناء ذلك يقوم المعلم بالتجول بين الطلبة ليراقب أداءهم وأثناء هذه المراقبة فإن المعلم يتخذ قرارا بأنه سيسمع طالبين الطالبان اللذان سيؤديان المهمة أمام الطلبة سيقومان بها بشكل مطابق وقريب لما قام به المعلم لماذا يقوم المعلم بهذا الاختيار؟ لأن الطالب شاهد المهمة مرة واحدة ربما مشاهدة المهمة مرة واحدة تجعل سبعين بالمئة من الطلبة يفهمون بينما بقية الصف يحتاجون أن يشاهدوا تلك المهمة أكثر من مرة فعندما يقوم المعلم باختيار طالبين مجيدين للممارسة ويعيد عرضهما أمام الطلبة فإن الطلبة في هذه الحالة قد شاهدوا ما يريده المعلم ثلاث مرات وهذه الثلاث مرات تقلل احتمالية وقوع الطلبة في الخطأ في الخطوة الرابعة يبدأ الطلبة تنفيذ ما شاهد المعلم قام به وزملائهم الطلبة قاموا به يبدأون بممارسته بشكل فردي إذن هذا النموذج هو أحد النماذج المتبعة في تدريس نصوص القراءة سنبدأ الآن بالأنشطة الزملائي مثلا ما الذي سأصممه على هذا النموذج؟ مثلا أحد الأنشطة التي نقوم بها ماذا تعرف؟ ماذا تريد أن تعرف؟ وماذا تعلمت؟ خطوات مثل هذا النشاط الذي قد يستغرق حصة واحدة أنك تقوم بتوزيع جدول على الطلبة هذا الجدول يصممه الطلبة أو تصممه أنت وفي الجزء الثاني من الجلسة سأريك تطبيقا تقوم بتصميم الجدول الجدول على هذا التطبيق ثم تقوم بإرساله إلى الطلبة بحيث بدأ أن يكتب الطالب على الورقة فإنه يقدم استجابته لك على هذا التطبيق قبل أن تقرأ قبل أن يبدأ الطلبة سماع النص أو قراءة النص فإن المعلم يقرأ قراءة القدوة يقرأ قراءة القدوة ثم بعد ذلك ينمذج المعلم أمام الطلبة الاستراتيجية التي يريد تدريسها مثلا يريد أن يدرس المفردات يريد أن يدرس الأفكار الرئيسة يبدأ المعلم العمل الفردي يبدأ بعد نمذجة المعلم آسف يبدأ الطلب العمل الفردي أو الثنائي على تنفيذ الاستراتيجية بعد أن يبدأ هذا العمل يتجول المعلم بين الطلبة لتقديم الدعم ثم يحدد المعلم نموذجين من أعمال الطلبة كي يتأكد من تحقق الفهم ويعرض النموذجين أمام الطلبة وعندما يعرض النموذجين يقوم بي يتأكد من أن الفهم قد حصل عند أغلب الطلبة فيبدأ العمل المستقل بعد ذلك ثم يبدأ الطلب العمل على الجزء الأخير من النص عملا مستقلا إذن في هذه الاستراتيجية يملأ الطلب العمود الأول من الجدول بشكل فردي ما الذي يعرفونه حول عنوان النص ثم بعد ذلك ينمذج المعلم ما الذي يريده من هذا النص بعد انتهاء الاستماع والقراءة يملأ الطلب العمود الثالثة ما الذي تعلموه من النص هذا النشاط يمر كما قلنا أولاً بالتدريس المباشر يعلن المعلم ما الذي يريده ثم الخطوة الثانية ينمذج أمامهم ما الذي يريده منهم ثم في الخطوة الثالثة يستمع لنموذجين مقاربين لنموذج المعلم لتعزيز الفهم وتثبيته ثم في الجزء الثالث يبدأ الطلبة العمل وحدهم على الجزء المتبقي من النص هذا أحد الأنشطة نشاط آخر هي استراتيجية تنال القمر وتنال القمر من الاستراتيجيات الجميلة التي يحبذها الطلبة وتساهم في مراعاة الفروق الفردية فاختلاف مستويات الطلبة ينعكس بالضرورة في شكل استجابتهم للنصوص المقروعة فأحيانا أحد الطلبة تعجبه الصور الفنية بينما طالب آخر تعجبه المفردات بينما طالب آخر قد تعجبه الحكم أو العبارات ذات الدلالة العميقة أيضا طالب آخر قد يعجبه القيم الواردة في هذا النص إذن هذه الاستراتيجية عندما يريد المعلم تطبيقها فإنها تساهم بشكل كبير في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة فيطلب مثلا قد يقوم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات يستمعون إلى النص ثم يقدمون استجابات مختلفة حول النص المقروع استراتيجية تنال القمر تشمل مجموعة من العمليات التي تساعد التلميذة في إيجاد الأفكار الرئيسة في النص الذي يسمعه أو يقرأه ومن ثم تعلم كيفية القراءة لتحقيق أهداف معينة واكتساب عادة القراءة الذاتية المستقلة المعتمدة على الثقة بالذات والمتفاعلة مع المقروع أولا قلنا بعد أن يسمع الطلبة النص من المعلم أو من جهاز تسجيل لا فرق فإنه قد إحدى طرائق تطبيق هذه الاستراتيجية قد يقسم الطلبة إلى مجموعات إحدى المجموعات تتنبأ بمضامين النص من خلال العنوان أو من خلال صورة يعرضها المعلم أو من خلال فقرة تعبر عن النص أو من خلال أي شيء يريده المعلم مثل فيديو مثلا مجموعة أخرى ستعمل على تصميم خارقة معرفية أو ذهنية مثل الكلمات المتضادة على سبيل المثال أو الكلمات المترادفة وإذا كان النص قصة قد يطلب منهم تحديد عناصر تلك القصة في النص مجموعة ثالثة قد تعمل على البحث بمعنى يقرأ المعلم النص يستمع إليه الطلبة ثم يطلب إلى الطلبة قراءته قراءة صامتة ثم يبحثون عن ما يريده المعلم مثل الصور الفنية أو الأفكار الفرعية أيضا مجموعة أخرى قد يلجأ المعلم إلى التلخيص فيطلب من الطلبة تلخيصا نصي ثم يبدأ الطلبة بشكل فردي تلخيص مضمون كل فقرة بحيث يقسم المعلم فقرات الدرس بما يلائم الوقت المخصص للنشاط مجموعة أخرى قد تعمل على التقييم أو بعد الانتهاء من النص أو العمل عن ما يريده المعلم من النص قد يستمع المعلم إلى تقييم طلبة الصف كلهم للنص أعجبهم لم يعجبهم يربطونه بالواقع يربطونه بنص مشابه قد يربطونه بنص آخر للكاتب نفسه أو للموضوع نفسه إذن هذه الاستراتيجية متعددة المهام ويستطيع المعلم أن يطبقها لطلبة الصف كلهم أو يقسم الطلبة إلى مجموعات إستراتيجية أخرى هي جملتان صحيحتان وجملة غير صحيح هذه الاستراتيجية تنمي مهارات التفكير الناقد لدى الطالب بمعنى يمتلك الطالب مهارة الحكم على مضامين النص الذي يقع بين يديه أو النص الذي يسمعه من المعلم فمثلا يقرأ المعلم المصر بعد أنك عفوك على المقاطعة بس البرزنتيشن معلق بس لو تكرمت اعمل استوب للشير ورد اعمل شير مرة ثانية حاضر حالا الآن ظهرت 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 الآن اللي هي خطوات تنفيذ الاستراتيجية جملتان صحيحتان وجملة غير صحيحة الآن نعم صحيح صحيح خلص تمام ظهرت الآن كانت معلقة عن كسر الجليد بس آه الآن جملتان صحيحتان وجملة غير صحيحة قلنا هذا النشاط يساعد في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة بمعنى أن الطالب هنا يستطيع أن يصدر حكما على ما يسمعه يقرأ المعلم النص على طلبته قراءة متأنية أو يسمعون النص ثم في الجزء الأول من النص ينمذج المعلم أمام طلبته بطريقة معبرة وبصوت متفكر متأمل كيف يختار جملتين صحيحتين من النص وجملة غير صحيحة بعد ذلك يبدأ الطلب محاكاة نمولج المعلم بشكل فردي على جزء آخر من النص يحدده المعلم بعد ذلك يقسم المعلم الطلبة إلى ثنائيات أو بشكل فردي ثم يبدأون العمل على جزء آخر من النص قد يستغرق هذا النشاط عشر دقائق ويمكن أن ينمذج المعلم على نص واحد ويدفع الطلبة إلى التعامل مع هذا النص أيضا إذن هدفنا في هذا النشاط أن نقدم استجابة استجابة ترتقي إلى مستوى التفكير الناقد وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة أيضا فيما لو قررتم تطبيق هذا النشاط عن بعد سنربطه الآن ببعض التطبيقات التي قد تسمح للمعلم بعرض النص أمام الطلبة على هذا التطبيق ثم يرسل لهم رابطا يدخلون إليه ويقدمون استجاباتهم لمثل هذا النشاط سننتقل إلى النشاط الرابع ظهرت الشريحة أمامكم جيد الآن سننتقل إلى أنشطة تتعلق بالمفردات تدركون جيدا أهمية المفردات في حياة الطالب فالمفردات تؤدي إلى زيادة حصيلة الطالب من المفردات التي يوظفها في التعبير عن المواقف المختلفة والقراءة أهم الطرائق التي تزيد الحصيلة اللغوية للطالب أحيانا لو ذهبنا إلى لو ذهبنا إلى زيارة الأهرامات في مصر ثم عدنا مثلا بعد تلك الزيارة عدنا بعد تلك الزيارة وطلب إلينا أن نكتب استجابة أو وصفا لما شاهدناه فإن الطالب الذي يمتلك أكبر قدر من المفردات هو الذي سيبدع في الوصف بينما الطالب الذي تكون حصيلته من المفردات محدودة فإنه سيجد صعوبة في الوصف لذلك واحد من أهم أهداف القراءة أنها تزيد تزيد حصيلة الطالب من المفردات التي يوظفها في التحدث أو الكتابة كثيرة هي الاستراتيجيات التي يستطيع المعلم تنفيذها بهدف التعامل مع مفردات النص القراءة سنشاهد بعضها لاحقاً يستطيع الطلبة تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي لكن ما أود أن أنصح به زملاء المعلمين والمعلمات التنويع نوعوا في تطبيق هذه الاستراتيجيات بين أن ينفذها فردياً أو ثنائياً أو جماعياً وانتبهوا إلى أن بعض الطلبة تظهر إبداعاتهم إذا كانوا مع شركاء أو مجموعات وبعضهم تظهر إبداعاته إذا كان يعمل بشكل فردي فاحرصوا على مراعاة هذا الجانب في حصصكم داخل الغرفة الصفية أو عندما تريدون تلقي الاستجابات عبر التطبيقات فأحياناً قد تسمحوا باستقبال الإجابات بشكل على شكل مجموعات يدون الطلبة أسماءهم فيها أو بشكل فردي هذا الأمر التنويع لا يجعل الملل يتسرب إلى نفوس الطلبة كما أن المعلم أيضاً يستطيع تقسيم هذه الاستراتيجيات على نصوص الكتاب المختلفة أولاً قد يستمع الطلبة للنص من المعلم أو من جهاز التسجيل بهدف أحد أهم استراتيجيات المفردات أن يقرأ الطالب الكلمات والجمل بصورة صحيحة كي يحدد الكلمات المتقاربة في النطق مثلاً الحظ والحظ غياب غراب إذن إذا واجهتك مثل هذه المشكلات في غرفة الصف فإن الاستماع بهدف تحديد الكلمات المتقاربة في النطق قد يساعدك في الحد من معالجة التعثر يستطيع المعلم في هذه الاستراتيجية تقسيم الصف إلى مجموعتين وفق إجادة الطلبة القراءة فالذي يجيد القراءة بدقة يعمل على استخراج هذه المفردات من النص المسموع بينما الطالب الذي لا يجيد القراءة بدقة يتدرب على قراءتها بإتقان إذن أنت وفق حاجات طلبتك في غرفة الصف قد تستطيع تطبيقها بما يلائم تلك الاحتياجات فالطالب المجيب يعمل على الاستخراج بينما الطالب المتعثر قرائياً يتقن القراءة أولاً ثم ينطلق ليعمل على الاستخراج إحدى الاستراتيجيات التي يتعامل فيها مع المفردات التصنيف وهو إيجاد علاقات بين الكلمات المسموعة فما إن ينتهي المعلم من القراءة حتى ينمذج ما يريد أمام الطلبة مثل تحديد عشر كلمات تبدأ بالحرف نفسه أو تكوين جملة مفيدة جديدة من إحدى المفردات التي سمعها أو قرأها أو إضافة جملة جديدة مرتبطة معنوياً بالجملة التي سمعها أو قرأها ولاحظوا زملاء المعلمين والمعلمات أن هذه الأنشطة تنتقل بالتدريج في من حيث صعوبة المهمة فتبدأ لتراعي الطلب المتعثرين قرائياً بدرجة عالية ثم تنتقل إلى التعامل مع الطلب المتعثرين بدرجة متوسطة بينما النشاط الثالث يتعامل مع الطلب المجيدين وهذا الأمر له علاقة بنشر ثقافة الالتزام داخل غرفة الصف بمعنى أن المعلمة يقدم النشاط المناسب لمستوى طلبة الصف فلا يصبح لديك في الصف أحد الطلب الذين سيقول لك أنا لا أعرف ما الذي تريده لا أستطيع أن أنفذ ما تطلبه مني لاحظوا أنك تقدم مهمة تناسب مستوى الطلبة وهذا الأمر يساعد المعلمة في إدارة صفه بأسهل الطرق بمعنى أن إدارة الصف صارت هي التدريس هي التدريس فالطالب الآن يعمل على تنفيذ مهمة تناسب مستوى ليست أقل من مستوى فيشعر بالملل وليست أعلى من مستوى فيشعر بالعجز وعظم التحدي ثالثاً إحدى الاستراتيجيات التي تتناول المفردات هي أن المعلم يقرأ النص ثم يتأكد من فهم الطلبة واستيعابهم مضمونه فينمذج المعلم على الفقرة الأولى من النص ثم يترك الطلب يعملون على بقية فقرات النص وأبرز هذه الاستراتيجيات أن الطلبة يحددون الفكرة الرئيسة في النص ثم أو استراتيجية أخرى يقترحون عنواناً آخر للنص أو يقومون بتحديد الفكرة الرئيسة في كل فقرة من فقرات النص ثم يقومون بتلخيص النص أو يقومون يطلب إليهم إبداء رأي في النص إذن هذه الاستراتيجيات يستطيع المعلم يستطيع المعلم أن يطلبها من الطلبة بعد أن يقرأ أو يستمع إلى النص الذي قدمه لهم استراتيجيات أخرى هي التفكير الاستنتاجي وهذه الاستراتيجية تخاطب مهارات الطالب العليا فالمعلم يقرأ النص للطلبة أو يسمع الطلبة النص بهدف استخراج الأفكار التي تدل على تحقق فهم عميق مثل تحديد معاني المفردات من خلال السياق الذي وردت فيه التنبؤ بما سيقال إذا كان النص قصة وتحديد الأفكار المهمة من وجهة نظر الطالب أو الجديدة بالنسبة إليه أو ربط النص بالواقع الحياتي للطلبة أو تجارب الطالب الحقيقية الحكم على صدق المحتوى المسموع يقرأ المعلم النص بهدف تنمية مهارات الطلبة في الاستنتاج وتقديم استجابات معينة كأن يطلب منهم تحديد التناقضات في النص المسموع الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بتفاصيل النص أو إصدار أحكام على الشخوص أو المعلومات الواردة في النص أحيانا يطلب إليهم أن يفرقوا بين الآراء والحقائق في النص المسموع ربط النص بالواقع تخيل نهاية أخرى للنص إذا كان النص قصة أو إضافة معلومات أخرى للنص ما أود أن أشدد عليه وأن أركز عليه زملاء المعلمين والمعلمات أن النص يجب أن يلبي ما تطلبه من الطلبة بأفضل الصور فمثلا إذا كنت تريد من الطلبة أن يفرقوا بين الآراء والحقائق فإنه يجب أن يكون النص مليئا بالآراء والحقائق فيشاهد الطلبة أمثلة كثيرة تدل على الفهم وتحقق الاستيعاب لديهم إذا أردت من الطلبة أن يربط النص المسموع أو المقروء بالواقع فإنه يجب أن يمتلئ بالقصص الواقعية إذا أردت منهم أن يستخرجوا كلمات متضادة في المعنى فإن النص يجب أن يكون مليئا بالكلمات المتضادة إذا أردت منهم أن يستخرجوا كلمات تبدأ بالحرف نفسه بالحرف نفسه وتريد منهم مثلا عشر كلمات كي تعالج التعثر القراءة عالي المستوى فإن النص يجب أن يحتوي على أكثر من عشر كلمات هذا الأمر يساعدك في تحقيق الفهم لدى الطلبة بأفضل الصور كيف نجعل القراءة في خدمة القواعد والبلاغة؟ عادة الطلبة يعانون من مشكلة في فهم القواعد وإذا سألتهم عن أكثر شيء يستصعبونه في اللغة العربية فإن القواعد لا شك ستكون أول ما يطرحه الطلبة يقرأ المعلم المص بهدف التركيز على محتوى القواعد الوارد في الوحدة الدراسية المبني للمعلوم أو المبني للمجهول مثلا أو يريد معلم التركيز على مفهوم نحوي ما زال يشعر أن طلبته يحتاجون مساعدة في فهمه مثلا يريد أن يشرح المبني للمعلوم أو المبني للمجهول أو اسم المفعول لكن النص في الكتاب لا يخدم المفهوم النحوي بالشكل المطلوب عادة إذا بحثنا في نصوص الكتاب قد نجد أمثلة قليلة على المفهوم النحوي لذلك المعلم يستعين بنص خارجي فيأتي النص الخارجي مليئا بالأمثلة التي يريدها المعلم يقرأ المعلم النص ثم ينمذج أمام الطلبة استخراج مثال من النص على المهارة النحوية آتي بنص يتكون من ثلاث فقرات في الفقرة الأولى أنمذج أنا في الفقرة الثانية يقوم الطلبة بالعمل تحت إشراف المعلم بينما في الفقرة الثالثة يقوم الطلبة بالعمل فردياً ويتجول المعلم بينهم لتقديم الدعم للمحتاجين استراتيجيات خاصة بالنص القصة القصيرة ما أود التركيز عليه أيضاً زملاء المعلمين أن بعض النصوص أن بعض النصوص تلائمها بعض الاستراتيجيات فمثلاً إذا أردت من الطلبة أن يتنبأوا بالأجزاء القادمة من النص فإن هذا النص لا بد أن يكون قصة فالنص المعرفي لا يناسب التنبؤ إذا أردت من الطلبة أن يحدد الأفكار الرئيسية في النص فإن هذا النص لا بد أن يكون نصاً معرفياً بمعنى أن كل فقرة تحتمل فكرة معينة في النصوص التي تكون قصة قد يقوم المعلم بالتنبؤ من خلال السورة والعنوان بمضمون أحداث النص فيعرض أمامهم السورة أو يعرض أمامهم عنوان النص ثم يطلب منهم توقع أحداثه ومضامينه وتمر هذه العملية كما ذكرنا بخطوات التدريس المتمثلة بالتدريس المباشر ثم النمذجة ثم الممارسة الموجهة ويختم بالممارسة المستقلة في النصوص الشعرية في النصوص الشعرية قد يقوم بتطبيق استراتيجيات مثل تحويل الصور الفنية إلى صور حسية أو استخراج الصور الفنية إلى استخراج الصور الفنية والقيام بتوضيحها وشرحها ثم يقوم المعلم قلنا بتقسيم الصف إلى ثنائيات أو مجموعات ثم يحدد لكل مجموعة عددا من الأبيات الشعرية يعملون على تنفيذ الاستراتيجية فيها ماذا لو لم يفهم الطلب النص المسموع؟ ربما تذكرون جميعا نعم تكرمه خمس دقائق الوقت انتهى خمس دقائق إذن زملاء سأسرع قليلا لأصل إلى التطبيقات التكنولوجية إذا لم يفهم الطلب المسموع إذا لم يفهم الطلب المسموع فأرجوك انتبه قد يكون نصك فوق مستوى الطلبة أو أنك كنت سريعا في القراءة في أكاديمية الملكرانيا لتدريب المعلمين عفوا لدينا بعض المعايير بمعنى كيف يستطيع المعلم أن يتأكد أن النص الذي استمع له الطلبة حقق أهدافه لذلك قامت الأكاديمية بقامت أكاديمية الملكرانيا بوضع معايير للاستماع ها هي أمامكم ها هي أمامكم فمثلا بعد أن يستمع يشارك في أحاديث ونقاشات وحوارات يتفاعل فيها الطالب مع متحدثين آخرين أو يقوم الطالب بعرض موضوعاته مدعما ذلك بأدلة ومراعيا المهمة والغرض وما إلى ذلك الآن هذا المهم في تجربة التعلم عن بعد لأن ما عرضناه سابقا سهل إذا كان في غرفة الصف كيف سيستقبل المعلم استجابات الطلبة للمهام التي يرسلها إليهم أولا كلاسروم هو من التطبيقات السهلة التي سمعتم بها أداء بسيطة وسهلة لاستخدام تساعد المعلمين في إدارة مهام الدروس والمهاء حيث يقومون بإنشاء صف افتراضي تقومون بإنشاء صف افتراضي ترسلون إليه الواجبة وتمنحون العلامات كلاس دوجو هذا التطبيق هو تطبيق مجاني يستخدم لتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة من خلال مجموعة من الرموز والنقاط التعزيزية عندما تفتح صفحة هذا التطبيق فإنه يقوم بوضع لك رموز تستطيع أن تضعها على الزاوية التي كتب فيها الطالب استجابته بمعنى أنه يشبه الحائط هذا الحائط يفتحه المعلم أمام الطلبة يضع ما الذي يريده منهم كأن يضع فقرة ويطلب إليهم أن يستخرجوا الكلمات المتضادة في المعنى ثم يمنحهم مساحة يكتبون فيها هذا التطبيق من الجيد فيه أنه يمنح ولي الأمر الدخول بصفة ولي أمر يمنح مدير المدرسة الدخول بصفة مدير المدرسة وكل واحد منهم يقدم تغذية راجعة استنادا إلى دوره من الطالب تطبيق البادلت هي من أجمل التطبيقات التي تتيح التفاعل بمعنى أن تطبيق البادلت يسمح للطالب أن يرى ما كتبه زميله ويقدمون تغذية راجعة على ما شاهدوه فإذا أردتم أن يكون تطبيق المهمة عن بعد جماعيا فإن البادلت هو من التطبيقات التي تساعدكم على إنشاء حائط افتراضي بعنوان محدد وبخلفيات جذابة يستطيع الطالب أن يكتب فيه وأن يشارك الملاحظات والنصوص والوسائط التي يريد إضافتها كصورة أو فيديو وما إلى ذلك أيضا في البادلت يستطيع الطالب أن يحول مشاركته إلى بي دي أف كي لا يكون هناك أي تعديل عليها أو قد يقوم بصيغة إكسل إذا أراد أن يشاركها مع الطلبة أو مع معلمين آخرين فالبادلت قد يحقق استجابة جماعية إذا كان المعلم يريد العمل جماعيا تطبيق Escortive هو هذا التطبيق يساعدك في تقييم عمل الطلبة بمعنى أنك من خلاله تستطيع أن تصمم مسابقة أو اختبارا قصيرا لمدى استعاب الطلبة ما طلبته منهم وهذا التطبيق بالمناسبة التسجيل فيه سهل جدا فقط عندما تفتح على نافذة المتصفح فإنه يرسلك إلى رابط تملأ فيه معلومات بسيطة جدا ثم تبدأ بإنشاء المسابقة أو الاختبار القصير إكوزلت هذا التطبيق يقوم بإنشاء مجموعات دراسية أو لعبة تعليمية لإيصال الطلبة بشكل أفضل أحيانا المعلم يقوم بتسجيل فيديو معين أو يقوم بتحميل فيديو معين عن اليوتيوب ويريد من الطلبة أن يحاكوا ما شاهدوه في هذا الفيديو ثم يقوم الطلبة بمشاهدة هذا الفيديو وتقديم استجابة له في هذا التطبيق يقوم المعلم بتقييم عمل الطلبة عمل الطلبة بطريقة سهلة وبسيطة ويقدم لهم تغذية راجعة البوك كرييتر أحد التطبيقات التي تقوم بإنشاء كتاب أبدا عندما تفتحون على نافذة المتصفح في البوك كرييتر فإن عملية التصميم ستكون بما يشبه الكتاب وكأنك تفتح كتابا حقيقيا هذا الأمر أو هذا التطبيق فائدته أنه يوثق أعمال الطالب وأعمال المعلم فالطالب عندما يقدم لك مهمة يومية فبعد أسبوعين سيكون لديه عدد من المهام هذا التطبيق يساعده في حفظ المهام التي قام بها الطالب يستطيع الطالب في البوك كرييتر أن يقوم بإضافة غلاف للكتاب يشبه أغلفة الكتب الحقيقية كما يمكنه فتح صفحات كثيرة بطرق منظمة ومرتبة كما أنه يستطيع إضافة الصور والنصوص وتغيير لون الخط وحجم الخط وخلفية الكتاب أيضا تطبيق السيسو تطبيق السيسو هو حائط افتراضي يستطيع المعلم أن يصمم مثلا جدولا يريد أن يصمم جدولا وهذا الجدول إذا أعدتكم إلى نشاط الأول ماذا تعرف ماذا تريد أن تعرف ماذا تعلمت فإنك تستطيع تصميم الجدول كما تريده من الأعمدة ومضمون كل عمود ثم يقوم هذا التطبيق بإرسال هذا الجدول إلى الطالب والطالب يقوم بتعبئة ما يريده في المكان المخصص والجميل أيضا في تطبيق سيسو أنه لا يحتاج أي حساب فعندما تقوم بتنزيل التطبيق على الهاتف الذكي أو على الحاسب المحمول فإنك تستطيع أن تمارس المهمة أو أن تنفذ المهمة دون الحاجة إلى التسجيل والمرور بإجراءات التسجيل المتبعة في بقية التطبيقات بعد ذلك يقوم هذا التطبيق بحفظ الملفات وإظهارها لاحقا وللطلاع عليها هذه التطبيقات الزملائي تساعدكم في استجابات الطلبة إلكترونيا وعن بعد أي أسئلة واستفسارات؟ شكرا جزيلا السيد محمد صراحة ورشة ثلية بالمعلومات وختمتها بالتطبيقات الإلكترونية فجزاك الله خير الجزاء صراحة الآن نصل معكم إلى ختام ملتقى الموادر الدراسية اليوم والثاني الورشة الرابعة والأخيرة وكان ختامها ميسك بوجوده للسيد محمد تيسير الزعبي تشرفنا بحضور الدكتور للسيد محمد ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة وبرامج قادمة إن شاء الله تبادل الخبرات والطلع على خبراتكم في مجاله عربية والاستفادة منها دائماً وأبداً إن شاء الله كمان نقدم الدعوة لأخوان الزماء الموجودين قبل قليل بدأت الورشة سعادة أستاذ ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي مؤسسة وطن الإمارات في جلسة تفاعلية مع قيادات المدرسة الإماراتية والمعلمين حول القراءة وأثرها على الوعي القيادي بعثنا لكم الرابط على المحادثة نراكم هناك إن شاء الله قريباً ونشكركم ونشكر جميع الحضور وجميع المشرفين وجميع من شارك معنا في هذا المنطقة حياكم الله أسلام محمد وشكراً جزيلاً لك ونختم اليوم إن شاء الله شكراً جزيلاً لك يعطيكم ألف عافي شكراً جزيلاً لكم بارك الله فيك شكراً حياكم الله